السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزي النحلين معكم مسامح لا سوى حلقة جديدة من حلقات تعليم تربية النحل للمبتدئين وهنا سوف أقوم بيعطاء أهم عشرة نصائح للضمان للحصول على أكبر يعني محصول من العسل من الخلايا التي لدينا أول نصيحة وهي أنه يجب على أن حال يقوم بالكشف الدوري أو الأسبوع على كل الخلايا التي لديه وإزالة كل البيوت الملكية التي يقوم إنتاجها الملك وذلك لغرض التطريد فيجب على النحال أن يمنع التطريد في الخلايا لكي نضمن الحصول على عسل وفير في الموسم فإذا كان ما حصلت أو حصل التطريد في الخلية فللأسف فإن احتمالية الحصول على عسل تبقى ضعيفة جدا جدا النصيحة الثانية وهي أنه يجب على النحال اختيار السلالة المناسبة لكي يتمكن من الحصول على إنتاج وفير فنعرف جيدا أن ليست كل السلالات تقوم بإنتاج العسل يعني بنفس الشكل أو بنفس الكمية فهناك سلالات تمتاز بأنها لديها إمكانية توفير العسل أو جمع العسل مقارنة بالأنواع الأخرى من النحل هو من أهم هذه السلالات التي أنا بالنسبة لي أفضلها في أنها ممتازة في عملية جمع العسل أولها النحل الإيطالي وتانيا النحل الكارينولي وتالتا النحل من سلالة الباكفست هذه الثلاثة أنواع تعتبر من أفضل أنواع في الحصول على العسل أو جماعة للعسل يعني في الموسم الذي نكون فيه النصيحة الثالثة يجب على النحال أن يقوم بعملية معالجة الخلايا من الغروة فهذه الفروة هي تعتبر من الآفات الكبيرة جدا والتي تؤثر على النحل وتقوم بتسبب أمراض للنحل وتقضي على الخلايا إذا لم نتمكن من السيطرة عليها فيجب على كل نحال أن يقوم وخصوصا في موسم الخريف بعد انتهاء الموسم العسل نقوم بمعالجة الخلايا من الفروة كل الخلايا تتم معالجتها وهناك العديد من أنواع من العلاجات التي يمكن إيجادها في محلات بيع مستلزمات النحل فبهذه الطريقة نضمن أن النحل سوف يعبر الشتاء وأنه في موسم الربيع وفي موسم العسل سوف نجد خلية قوية تقوم بجمع العسل النصيحة الرابعة هو الكشف عن الأمراض التي ممكن أن تكون متواجدة داخل الخلايا فمثل ما تعرفون ممكن في خلال الموسم أن تحدث هناك أمراض مثل تعفن الحضنة أو تكلس الحضنة أو غيرها من الأمراض التي تؤثر على كمية النحل الموجودة لدينا في الخلية فيجب أن نقوم بعملية الكشف ومراقبة الحضنة فإذا ما وجدنا أي أعراض للأمراض فيجب أن نقوم بمعالجتها فورا لكي نضمن الحصول على إنتاج كبير من العسل داخل الموسم ونحافظ على الخلية وقوتها النصيحة الخامسة وهي استخدام يعني إحدى الطرق التي تمنع عملية التطريد فهناك مجموعة من الطرق التي تساعد النحل من عملية منع النحل من التطريد في الموسم مثل طريقة دماري وغيرها من الطرق طبعا هذا أؤكد فيه هنا على النصيحة الأولى فهناك مجموعة من الطرق يمكنك البحث عنها في الإنترنت وسوف أقوم بنشرها بإذن الله في حلقات قادمة الطرق التي يمكن استخدامها لمنع حصول التطريد التطريد داخل الخلايا فتابعوا معي دائما في القناة ولا تنسوا طبعا الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد بالنسبة للنصيحة السادسة المرعى واختيار المكان المناسب لوضع النحل فاختيار المرعى يعتبر مهم جدا لضمان الحصول على المنسوب كبير من العسل داخل الخلية فيجب أن نبحث عن أماكن معروفة بتوفر الأشجار وتوفر الأزهار التي تمتاز بأنها يعني رحيقية ويمكن النحل أن يستفيد منها في جمع العسل فإذا ما كنا في مكان ما ووجدنا أن في موسم ما أن منسوب العسل ليس بجيد فيجب هنا أن يقوم النحل بنقل الخلايا إلى أماكن أخرى فمثل ما أقوم أنا أحيانا أكون في مكان معين وأجد أن منسوب العسل في الخلايا ليس بجيد وأقوم بالبحث عن أماكن أخرى وأقوم بوضع الخلايا فيها ومن بعد يكون ضمنت الحصول على كمية أكبر من العسل كما هو معتاد في المنح الآخر فاختيار المنحل مهم جدا 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 النصيحة السابعة هي أن النحل يجب أن يقوم بالاهتمام بالنحل وخصوصا في فصل الخريف حيث يكون مستوى الإنتاج البيض قليل جدا مقارنة بالفصل الربيع وفصل الصيف حيث أن الملكة تقوم بتدريجيا بتقليل كمية البيض الموجودة في داخل الخلايا فيجب أن نهتم هنا بعملية التغذية وإذا كان بالإمكان ترك قليل من العسل على الأقل في صندوق التربية لكي النحل يتمكن أو الملكة تقوم بالاستمرارية في وضع البيض فمن المهم جدا أن نتمكن أن النحل يعبر فصل الشتاء بسلام ولا يتعرض إلى الموت بسبب ضعف الخلية فهذا شيء مهم جدا النصيحة الثامنة هو على أن حال يقوم بقسمة الموسم العسل إلى موسمين موسم ربيعي وموسم صيفي طبعا هذا يعتمد على المكان الذي تتواجد فيه فإذا كان هناك موسمين يجب أن نقوم بالتركيز في موسم الربيعي عندما نقوم بجمع العسل وخصوصا في نهاية فصل الربيع وهنا بالنسبة لي في هذا المكان الذي أنا فيه أقوم بجمع العسل في أواخر شهر خمسة فهنا يكون جماعة القدر الذي يحتاجه من الخلايا والكمية التي قمت بجمع من الخلايا في شهر ستة هنا يحدث نوعا ما من الخمول في جمع العسل حيث أن المصادر الرحيق تكون قليلة في هذه الفترة فيجب علي في هذا الشهر أقوم بالتغذية أو ترك كمية من العسل للنحل لكي أقوم بمساعدة الملكة لإستمرارية في إنتاج البيض لكي تدخل على الموسم الصيفي موسم العسل الصيفي بجيش قوي من النحل وبهذا نكون ضمن الحصول على أكبر كمية من العسل في الموسمين موسم الربيعي والموسم الصيف والنصيحة التاسعة وهي المحافظة على الإطارات المنطوطة التي لدينا طبعا هنا تحدث عن الإطارات التي ممكن أن تكون موجودة في أسفل الخلية في بيت التربية أو في العسلات فالإطارات المنطوطة تعتبر كنز كبير للنحل وللنحال فعندما يتم وضعها في الموسم الجديد النحل سوف يتجه مباشرة إلى العسلات والإطارات المنطوطة ويقوم بوضع العسل داخل هذه الإطارات بشكل كبير جدا النصيحة العاشرة والأخيرة وهي عدد العسلات التي تكون فوق الخلية الأم فيفضل أثناء موسم الفيض أو بداية موسم الفيض نقوم بوضع عسلتين على الأقل فعندما يقوم النحل بجمع العسل في العسل الأولى وملئها بالكامل سوف يتجه مباشرة إلى العسل التانية ويقوم كذلك بملأ العسل فيها فبعض الأحيان يحدث أن نقوم بوضع عسل واحدة ويكون الموسم العسل أو موسم الفيض يعني ممتاز جدا فيملأ العسل الأولى بالعسل ولا يجد ما يقوم بفعله فإذا كان موسم الفيض مستمر فللأسف هنا سوف نضيع كمية كبيرة من العسل فلهذا ينصح بأنه يتم وضع عسل أخرى فوق العسل الأولى يعني عسلتين على الأقل في بداية الموسم أو يمكن أن نقوم بعملية الكشف أثناء موسم الفيض فإذا وجدنا أن الخلية أو العسل الأولى ممتلئة بالعسل على الأقل 8% منها مختوم نقوم بوضع العسل الجديدة بين العسل الأولى والخلية الأم وبهذا نضمن أن النحل يجد مكان لوضع العسل في داخل الخلية ويكون منسوب الإنتاج كبير جدا عندما تمتلئ الطابقين أو العسلتين من العسل وبهذا نكون أنتهينا من هذا الفيديو وهذه عشرة نصائح نتمنى أن تكون قد أفادتكم ونسأل الله أن يرزقكم من العسل الكثير بإذن الله ولا تتنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وإعطاء لايك لهذا الفيديو وانتظرونا في حلقات جديدة بإذن الله فسوف تجدوا ما يفيدكم بإذن الله تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر